ترجمة نانسي قنقر بعدين كتبت اثنين هيا راحب عفوا هادي خمسة المفروض وهيا كتبت خمسة بس نظبطهم يعني تمام لما تكتب ثلاثة هتيجي جمب آه هادي كمان خمسة هتكتب جمبها مش هتناعمل ليش عشان اللي أنا عملته هذا الكلام عشان أنا رجعت الـ Operation Falls عشان يرجع المرة الجاية يجي هنا يجي على هذا كنتوا هكيف؟ تمام إذن آه بدنا نرجع على الـ XML في خلل في الـ XML تمام في التسميات هاي ثلاثة هادي هادي أربعة وهادي خمسة تمام وهادي سيكتب الآن بس نروح نبرمج اليساوي لما نضغط الـ User على اليساوي تمام؟ بدي أسأل أنا أولاً قبل ما نسأل بنحط الـ Value هيكت هيكت بدنا إياها الـ V1 بدنا نحولها لانتجار المفروض Double هي تمام؟ بس Double هيزهر سفر الـ Double هيزهر أيش هيزهر معك سفر والانتجار هيعمل ترانك خصوصاً في الجسم الأفضل أنه أنت تشتغل على الـ Double تمام؟ Double بال بال واحد إيش بينا تساوي؟ بيكتحول الـ V لا مين لـ Double Double dot parts تمام؟ وهي الـ V1 اللي أنت أخدت والـ V2 نفس الإشي الـ V2 طبعاً هتأخدها الـ V2 جماعة متى هتأخدها أول ما يعمل Equal هتروح تأخد مين؟ هتأخد الـ V2 اللي هي هاي ها V2 إيش بتساوي؟ text dot get-age get-text dot dot string تمام؟ الـ V1 نحن أخدناها هيقيمتها الـ V2 أول ما تضغط يساوي هتروح يأخدها تمام؟ الآن بدنا نسأل العملية ونشتغل على دور بدنا أسأل إذا كانت العملية F-O-B بتساوي dot equals تمام؟ بلاس إذا كانت العملية بلاس اللي ضغطتها تمام؟ إيشنا نعمل؟ بدنا نعمل نجمع تمام؟ بدأ أقوله هنا val double res ممكن مباشرة يعني أنتو على فهمين text dot six text اللي هو إيش؟ V1 زائد V2 V1 زائد V2 ثم ما يحطهم إيش هاي زائد بعد نحولهم لنص تمام؟ آآ إذن هايو V1 زائد آآ بالوان أنا حولته بالوان وبالتو خلينا نعملهم لحالة ديش مش بتعرف عليهم هاي بلوان آآ ها جيب بل 1 تمام؟ تمام؟ آآ آآ أوكي؟ تمام آآ بس يعني بعد ما جمعتم أنا رجعتم وين على النص الآن آآ آآ إيلس إذا كانت الأوباريشن آآ إيلس الآآ 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 إذا كانت اللي هي آآ آآ كروس اللي هي ضرب يعني إيش بننسوي؟ آآ نفس العملية هادي آآ 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 بس بدا تكون إيش؟ بدا تكون ضرب خلاص وتحطها وين؟ في التكست تمام؟ إذن هادي الضرب عملنا مرة الضرب تمام؟ ومرة زال إنت بتكمل العمليات كلها بتكمل العمليات كلها تمام؟ هيك ها تقريبا خالصة الكالكوليتر تمام؟ بس خلينا نشغل ونشوف كيف بدا تسير تقريبا خالصة الحمد لله تمام؟ ها يوى أحد اه لا هدي لس تمام هذا هو هاي عندنا واحد قلنا السفر هذا بنا نشيله من الكسيميل تمام مش مشكلة هاي اتنين هذا الكلام زائد كمان واحد اتنين اتناعش بيساوي ليش ما حط الشاي احنا ما حطينا النتيجة هاي حطينا النتيجة احنا ما حطينا النتيجة احنا ما حطينا نتيجة احنا ما حطينا النتيجة و الıkوال هاي إكوال هاي إكوال برضو حاطنا لها لسنا صح وان الغلط من يقول الغلط من يمتابع هاي إكوال شفو إيكوال أصل شغالة ولا لا نعم نعم هاي إكوال هاي إستفدنا من اليتطور اليتطور دي فاصلا cuz is equal اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي اسمه بي واحد وهي بي اتنين بي اتنين وين طيب هاي بي اتنين بيت تكس ولتو سترين تمام بي ون بي ون طيب هدي عشان ما تصير مشكلة مرة تانية بس مش هدي المشكلة مش هدي المشكلة تمام هاي واحد اتنين زائد واحد بتساوي اه دس ايكوال شغال بس ما بيعطيش جواب شغال بس ما بيعطي جواب تمام ونشوف ايش اللي احنا غلطنا فيه يعني هنا ايه ايه بي ون تكس دوت تكس بي ون تكس دوت تكس اه طيب هو اسمه تكس ال هاي اليدت تكس اسمه تكس صح تمام وبالxml بتتأكد انه ايش انه اسمه تكس اليدت اسمه الايدي طبعه تكس تمام صحي كويس انه احنا قاعدين بنراجع تمام الان اذا كانت ستة F مش operation تمام هدك صح وهنا بلص خلينا الراجع نسويتش من الول اه سويتش كيس الها بريك هايها وهادي 2 الها بريك هايها وها 3 الها بريك هايها تمام وها 4 ال بريك تبعيت هايها 5 نفس الاشي وال6 هيا وال بلص قود بعدين نقول operation true و operation true تمام اثنان operation خلاص تمام الان لما يجي يعمل equal تمام ما يتوست هيوعدة توست بعدين اخذ البيت نين هادولا bars هنا double بال one بتساوي bars three اه الoperation ما عملنا هاش بلص ومش عارف العملية تايها OB تمام OB ايش بدي تساوي بدي تساوي بلص كيف بدو يعرف العملية صح ولا لا تمام هون OB كنا نسينا تمام وهون ايش العملية cross OB لازم انه انا اعرف ايش اللي ضغط عليه هو انا بقلت له OB cross هنا تمام بس بك هتكون شغالة يعني محتاج انه انا كل ما انا اضغط اعرف ايش العملية تمام تمام برضو بننسى كل مرة ننسى نشيل السفر السفر ايو هذا ايش بيعي لتكست هاي تمام نشغل تمام وما بيأثر على فكرة تمام ثلاثين تمام كمان زائد تمام خلاص يا تقريبا هذي الكالكوليتر الان ايش المطلوب منكم الان المطلوب منكم انه تعمله سينتفي الكالكوليتر المطلوب منكم تعمله سينتفي الكالكوليتر تمام هذي فاضية طيب بدنا نعبيها زرار هاي المنطقة هذي المنطقة بدنا نعبيها زرار تمام مش اللي هما الارقام من سفر لتسعة بدنا نحط كمان اللي هو السكوير السكوير سكوير روت كل الأشياء هذي طيب كيف لك تعملهم انت من وين بدك تجيب هل لك تعمل اشي يعني القس الاخره هذول كلهاتهم موجودين في كلاس اسمها المات واحتمال كونو خدتوها في الجافة واحد هاي انا بدي اعطيكم اياها موجودة في الكلاس طبعا المات يعني لو انا بدي دبل تمام السكوير اللي هو الجزر التربيعي هاي السكوير ايش بيساوي للبيون للقيمة اللي أنا موجودة في بيون بدي اعمل السكوير تمام هايها من مات اسكلاس ضت مات موجودة في الجافة مات ضت فيها كل ايش فيها هاي الابس 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 كل الترغمت فيشين موجودين سكوير بس حط سكوير ايها تمام قل له بيون تمام بيون بالوان تمام فهيجيب لك السكوير تبعة البالوان خلاص المات هاي موجود فيها كتير تمام فأنتم ممكن تستفيدوا منها وتعملوا اللي هو السيانتف الكالكوليتر وتعملوا السيانتف الكالكوليتر تشغلوه خلاص كمان الآن الآن بس بس بضل اشي واحد كيف بدنا نعمل اللي اوت لما يكون لاندسكيب لما يكون لاندسكيب بدي يقلب يعني يتغير المين اكتيفتي يصير فيها زرار اكتر ممكن انا ازغر ممكن ازغر الفاليو يعني هون احنا حطين المية في مية صح؟ مي بدي بيزر تمام فأنا لما ممكن اعمل اه فضل بدك تخليها الحاسبة من عادية لعلمية بدك تخليها اه بدك تخليها علمية لما ايش لما يصير باللاندسكيب اذا انا ايش بدي اروح اعمل فولدر هنا وممكن اعمل فولدرين للفاليو لمن هي ديريكتوري لاءوت اه لاءوت تمام ناقص لاند بعرفة هو لاند ناقص لاند اي اش حطيت وكتبته بدي فهم اه تمام هاي لاند اذا صار في عندي يروح على بروجيكت افضل بروجيكت في الحالة هادي بوضح لك تمام الفولدرات في الرسورس المين تمام هاي الرسورس تمام هاي لاند حالا بدك تروح على هاي تعمل كوبي من هاي كوبي وزي ما هي تحطها بالفولدر تمام paste تمام في لاند هايو هذا في الديزاين تمام صار لاند هاي صار لاند حط زرار تانية الان حط زرار تانية في اللاند اسكيب وفي الفاليوز ممكن تزغر تعمل الفولدر تاني عشان تعطي بايش تعطي قيمة تانية في حالة الايش في حالة اللاند خلاص تمام شباب فاهمين في حالة اللاند ممكن انا اعمل layout في حالة ما انه يكون الدفايس اكبر في حالة ما انه يكون الدفايس اكبر يعني اضيف شغلات يعني مثلا هنا حسب الدفايس كل ما انت بدك layout بتقدر تحط directory هنا ممكن اقوله layout تمام و 560 مثلا 560 W اللي هو الواي 560 بلينش الدفايس اللي عرضه اكتر 560 فما فوق هذي ايش معناتها الديفايس اللي 560 عرضه فما فوق الواي تمام الواي اللي هي اه العرض العرض عرض الدفايس تمام معروفة هذي ممكن ترجع لكل الاشياء اللي بتنكتب بالمينس تمام اه تمام بعد كلمة layout او بعد كلمة values او بعد كلمة drawable تمام على اساس انه انت تغير شوف هذي ايش حاطت هو هون تمام كاتب drawable V24 تمام هيا V24 هذي ايش V24 ايش الفرق بين drawable هذا وبالدروبل هذا يعني هاي هذي اللي هو العادي تمام وهادي V24 شوف الديفايس اللي هو V24 شوف لي اياها ايش هذي مقصوب فيها هاي V26 هاي NDBI هاي V26 تمام هاي HDBI HDBI يعني الجهاز اللي حجمه HDBI بتعرفوا انت الحجمه HDBI لو روحت على Size هدولا هاي ها هدولا كلها يتم معرفين Size بالبيكسل تمام يعني ممكن انت برضو تحط layout بهذه الطريقة زي هدول ماشي على اساس انك تعمل Responsive الجهاز اللي اللي حجمه هيك طبعا مش اللي حجمه دقته فهنا بقصود بالدقة لانه بكسل هادي بكسل تمام تحط له صورة بهذه الطريقة تمام اكبر شوية ودقتها اكتر تمام X HDBI هدول كملك تعرف انت احجامهم هاي هم هنا يا جماعة لو انت روحت على 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 design هاي الاحجام شايفينها هاي هاي الHD الHDBI هاي 280 في 280 بكسل اللي اكبر منه اللي هو يعيش الXHDBI هاي 2048 في 1536 بكسل طبعا هاي مقصود فيها البكسل يعني دقة الشاشة دقة الشاشة تمام وهاي مكتوب 8.9 انش 8.9 انش اللي هو الدائبنا الحجم الشاشة القطر تبع الشاشة هذا 7 انش قطر الشاشة هذا 6 انش البكسل تبعه كبير الدقة بتكون عالية مع انه الجهاز اصلا شاشته صغيرة 6 انش الدائبنا تمام لكن البكسل فيه كبير تمام كل هادولها هاي بتعرف انت الدي بي اي هاي الدي بي اي لا الدي بي اي لا هونه منحكة عن ال تمام هاي الاحجم